كانت مأرب ملاذا لمئات الآلاف من اليمنيين النازحين سواء من داخل المحافظة أو من أي مكان آخر في اليمن مأرب كانت جزيرة من الاستقرار والهدوء النسبي وسط جنون الحرب هذا بعض ما قاله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غرفيث أثناء زيارته لمأرب يوم أمس المبعوث الأممي أثناء زيارته التقى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وناقش معه كثيرا من الملفات وكان العرادة قد أكد على ضرورة السلام ولكن السلام الحقيقي وليس الكاذب في دلالة على مراغوة الميليشيا الحوثية في الاتفاقات والحوارات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة كما التقى مارتن غرفيث بقيادة الأحزاب السياسية بمأرب ورجال القبائل ومنظمات المجتمع المدني الذين أكدوا للمبعوث الأممي جدية اليمنيين في الوصول إلى حل سياسي يحقن دماء اليمنيين لكن الميليشيا الحوثية لم تلتزم بأي حوار وليس لديها أي حسن نية تجاه ذلك وما حدث في الأيام القليلة الماضية خير شاهد على سلوكها داعين المبعوث الأممي إلى اليمن إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف انتهاكاتها بحق اليمنيين مارتن غرفيث كان قد التقى الوفد الحكومي المتواجد في مأرب وناقش معه الأحداث الأخيرة وما مارست ميليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة الجوف وشردت الآلف منهم واختتم زيارته لمأرب التي كانت الأولى واليوم واحد بزيارة لمخيم النازحين بمنطقة الجفينة واستمع لبعض النازحين وما تعرض له من انتهاكات من قبل الميليشيا الحوثية ويبقى الأمل لدى اليمنيين في تحقيق سلام عادل بعيدا عن أي ميليشيا تعبث بالوطن خليل المليكي مأرب